على كل الأحوال خليني نروح مع حضراتكم بقى لنتيجة تصويت الجماهير في مطش الأهلي وبيراميدز والحقيقة يمكن المركز الأول كان اكتساح 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 من اللحظة الأولى ويمكن الحالة الوحيدة اللي ما عملناش كاونت أو ما عدناش فيها الأصوات اللي حصل عليها أول لعب في مجمل مباراة النادي الأهلي كانت في الحالة دي لأنه كان مش محتاجين حسابات كان فيه إجماع تقريبا على وصول أيمن أشرف للمركز الأول كأفضل إعافي مباراة الاهلي وبيراميدز من وجهة نظر جماهير النادي الأهلي طبعا على السوشيال ميديا في حين أنه المركزين طبعا التاني والتالت الحقيقة الوصف الأبرز يعني أيمن أبو الرجولة يعني كل جماهير النادي الأهلي خلاص ده بقى اسم الشهرة بالنسبة لأيمن أشرف أبو الرجولة فأيمن اكتسح الحقيقة وخد المركز الأول التاني والتالت قبل ما تعليني عنهم يا سارة أنت لا تعليني عنهم وأنا بقول الجد طيب قبل معنا عن التاني والتالت خليني أقول أن التاني والتالت ده شهد منافسة عنيفة جدا بين خمس أسماء بين طاهر محمد طاهر حمدي فتحي بدر بنون علي معلول وأحمد بيكهم والحقيقة بيكهم كان حظى بإشادة منقطعة النظير في الأداء اللي أداء أو عن الأداء اللي أداء في مباراة بيراميدز لكن التصويت حسم بفوارق بسيطة جدا المركز التاني والتالت في المركز التاني كان النجم حمدي فتحي نجم خط نص النادي لأهلي وفي المركز التالت حسم النجم طاهر محمد طاهر المركز التالت لصالحه وفاز بنقطة هتزيد طبعا على رصيده في جدول الترتيب اللي صار أحب أن أتعرف حضراتكم عليه فمس معاكي نسخة بقى نسم تحرجنا على هو أكيد طيب طبعا إحنا دلوقتي الجدول اتغير أكيد فيه كتير ده نتائج تصويت الجمهور على أفضل لعب طبعا في الموسم ده أول حد في الجدول دلوقتي طبعا كابتن علي معلول بتسع نقاط وبعده على طول كابتن كهربا بتمن نقاط بعدين بدر بنون في المركز التالت بسبع نقاط بعدين أيمن أشرف بيتقدم وبيبقى في المركز الرابع بعد ما قدر أنه يفوز في مبراد بيرمتز بالمركز الأول هو كده في المركز الرابع بسبع نقاط وإليو ديانج وليد سليمان في المركز الخامس والسادس بست نقاط بعدين كابتن محمد مجدي أفشة بخمس نقاط طاهر محمد طاهر خمس نقاط بعدين حمد فتحي اللي هو إدر يتقدم مركز بخمس نقاط برضو محمد شريف ثلاث نقاط عمر السلية نقطتين وأكرم توفيق في آخر الجدول بنقطتين متى يالي محتاج محمد شريف وعمر السلية وأكرم توفيق يشدوا حالهم شوء وكمان كهربا لأنه كهربا ثابت على الثمانية دول بقاله فترة طويلة فأعتقد أنه يمكن هو نسبة مشاركته مش سمحي له بدا بس يعني كان بداية وانطلاقة قوية وهو كان لعب الأهلي أحسن لعب الأهلي في شهر ديسمبر ولكن فعلا أيمن أشرف يستحق أنا قلت لك من أول يوم قلت أنا مش بغشش الناس بس أنا شايف من أول ما طرحنا السؤال على الشاشة كان أيمن أشرف مقتسح المركز الأول عن مبارات الأهلي من أفضل لعب في نادي الأهلي طبعا نتيجة اختيار حضراتكم هنعلن ده في السادسة شهر يناير هنعلن ده في السادسة مع حضراتكم بس بعد من نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول